أعلنت وزارة الداخلية إيقاف العمل بالإشعار الورقي لضمان الصحي للعمالة المنزلية ومن في حكمهم حملت المدى عشرين من قانون إقامة الأجانب اعتبارا من بداية نوفمبر المقبلة وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة أنه تم إلغاء العمل بالإشعار الورقي لضمان الصحي والعمل بنظام خدمة الدفع الآلي أونلاين لحملة مواد الإقامة كافة وذلك عبر موقع وزارة الصحة اعتبارا من 28 يوليو الماضي مضيفة أنه يستثنى من ذلك العمل المنزلية ومن في حكمهم حملت المدى عشرين من قانون إقامة الأجانب إذ لهم حرية الاختيار لسداد قيمة رسوم الضمان إما من خلال التحصيل الإلكتروني عبر موقع الصحة أو التقدم لدى إدارات شؤون الإقامة أو مراكز الخدمة لدفع الرسوم عبر خدمة كينت وذلك حتى الأول من نوفمبر المقبل